قمة الاتحاد الأوروبي تدعو لتسريع عمليات إعادة المهاجرين وتشريعات جديدة وإن كان المرة دي كان موجود هناك اتفاق شب كامل بين دول الاتحاد الأوروبي لعملية إعادة تسريع إعادة المهاجرين يعني والله استاذ ندوح بصراحة فعلا الموضوع هذا معقد للغاية كل الدول الأوروبية اليوم بشكل أو بآخر بشكل متفاوت تسعى إلى إعادة صياغة قانون الهجرة إعادة صياغة قانون استقبال اللاجئين إعادة صياغة قانون الترحيل المساعدات كل ما إلى ذلك يعني بصراحة ويوجد يعني أصبحنا نشهد نوع من الإجماع على هذا الشيء يعني خلينا نأخذ هيك الأخبار من أولها كما نشرت على إنفوغرات يعني أعتقد من 16 أكتوبر أكتوبر حتى وصولا إلى اليوم حسب آخر الأخبار التي نشرتها خصوصا أن السجر المساوي يدعم قوانين أكثر صلامة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين وسمى سوريا بالاسم أنه يريد إعادة اللاجئين المرفوضين المدانين إلى سوريا جاء الخبر الآخر نمسا الأوروبية تدعم إعادة تقييم العلاقات مع سوريا لعودة اللاجئين يعني مع الأسف الشديد نحن نشهد على ما يبدو بشكل أو بآخر إعادة إنتاج نظام إرهابي إعطائه شرعية ما من خلال المؤسسات الأوروبية العظمة مثل المفوضية الأوروبية يعني بصراحة إعادة إنتاج الأسد هذه كارثة بحق أوروبا هذه فضيحة بصراحة سيكتبها التاريخ أن أوروبا تريد إعادة بدء علاقات أو صياغة العلاقات مع مجرم حرب مع قاتل قتل شعبه بالكيماوي تريد إعادة العلاقات معه لماذا يا سيد الكريم؟ بسبب مشاكلها مع اللاجئين والمهاجرين لا تريد أن تساهم في حل المشكلة في سوريا بالشكل الحقيقي فتبني علاقات مع من؟ فتبني علاقات مع مجرم مع قاتل مع هتلر مع نازي مع شخصية من أسوأ الشخصيات الموجودة في العالم فبالتالي بصراحة أعتقد أن يوجد توجه عام مع الأسف الشديد لإعادة إنتاج هذا النظام وهذا قولا واحدا سيستوجب رد ما من جهة ما من أفراد معينين يعني هذا الكلام لم ينضي مرور الكرام والله إعادة إنتاج علاقات إن شاء علاقات مع الأسد يعني أنتوا بتتعاملوا مع إرهابيين ومع مجرمين ومع قتله ومع أسوأ من داعش من أنتج داعش هو الأسد من أنتج الجماعات المتطرفة هو الأسد من أنتج ودعم الجماعات المتشددة وتشجار المخدرات والكيبتاجون الذي تغرق به أوروبا هو الأسد وتريدون إعادة إنشاء علاقات معهم أنا أعتقد أن المنطقة كلها المنطقة بتاعتنا بمنطقة الشرق الأوسط ده فيها إعادة بناء بس ما تنساش هنا أن النمسا صرحت أني دامش كارني هاما صرح أني دامش رأي النمسا الوحدة معهم 18 دولة أخرى وفي نقطة ما تنساش أبدا مفوض الهجرة الخاص ماجنوس برونر بتاع النمسا وزير المالية السابق المفوض الأوروبي اللي هتولى المسؤولية دي فيكون للنمسا الصوت الأعلى لعملية تنفيذ الموضوع النمسا تقود قاطرة ما رح نحكي كلام كبير ولكن قاطرة سيئة للغاية تريد إنشاء علاقات وتعامل مع مجرم بصراحة هذا شيء لا أعتقد أنه فيه شيء من الحكمة وأعتقد أنه له تابعات عديدة وأننا سنسمع مشاكل أكثر وفوضى أكثر ولن يرضى الشارع السوري إن كان في الداخل ولا في الخارج أن يعاد أن يعاد إنتاج هذا النظام الإجرامي الإرهابي الموجود في دمشق فنحن أعتقد حتما يعني مقبلين على تغييرات كثيرة على تفاعلات كثيرة يعني سنشهدها أعتقد في المرحلة المقبلة وإعادة إنتاج النظام النظام الأسد وعلاقات حقيقية يعني هذا الكلام حتى لو بدأ اليوم لن يحصل قبل سنتين بصراحة هنشوف أعتقد أنه من المهام الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومة المقبلة في النمسا سواء كانت زي ما قلنا ثلاثية أو أي شكل آخر حتى لو بحثنا